قتل المبحوح وصرحت بفارس وقلت عن موضوع الموساد أن تعترف أنها وراء اغتيال المبحوح أحد قيادات كتاب القسام حماس المبحوح طلب منه أن يطلع في محطة خليجية ليتحدث عن عمليتين قاموا فيهم اقتال فيهم إسرائيليين سجلوا لي تسجيل وهو منثما المحطة رفضت تحط المبحوح وهو منثم وتنشر صورته فطلب من المنظمة ومن المسؤولين في قزة أن يكشف عن وجه في المقابلة تخوف وقال أنا أخشانهم بعوني أبو مرزوق قال أعمل المقابلة وأنت كاشف عن وجه ويعترف في اللقاء باغتيال الجنديين إسرائيليين الرواية تقول أن واحد جندي كان واقف على قارعات الطريق مر المبحوح بالسيارة فشاف هذا واقف ينتظر يعني تاكسي ولا حد يشيله وقفله أتوصل إلى المكان فلاني قال أركب أوصل تخيل يعني شاله في السيارة وقضى عليه اقتاله في السيارة في السيارة ورمجته وظلت القضية إيش في اعتقاده أنه مجهولة القضية الثاني المبحوح هاجم نقطة حراسة فيها جندي وقتله أصبح المبحوح مطلوب في الجريمتين قاتل عنده الإسرائيليين شخص قاتل اثنين تعتقد إسرائيل بتخليه؟ سوف تتابعه ظلت القضية حوالي عشرين سنة أو القضيتين هذه هم أصلا مخلص ميكانيكس سنة خامسة لكن أبضاي وكان في شبابه وكان في قوة وكان كذا كشف الوجه في المقابلة واعترافه كان هذا حقيقة توثيق لما قبل اقتيال المجموعة عرفت أنه بيسافر من سوريا فكانوا واصلين ساعات قبل ما يوصل زعيم العصابة الموسادية الإسرائيلي فالحقيقة يعني للأمان التاريخية أنه اللي بلغوا عليه الاصطينيين مع الأسف شديد واحد موظفها لباس عادوا في يدها اللوحة اللي يكتبون فيها كان موظفها في الفندر بس الجماعة كانوا مأجرين مقابلة قرفة موجودين فيها المجموعة هاي فلما فتح الباب انقضوا عليه سكروا الباب عليه هو داخل وأضربوه بإبرتين يعني لحظات ومات على النماط طبيعي على النماط طبيعي طبعا خلوه على السرير عاري حطوا ملابسه وضبوها وحطوها على الكذا وطلعوا سكروا السلسلة من الداخل حطوا ممنوعه لزعاجها في الليل تقريبا ساعة ثمانية قتلوه وتوجهوا راسا على إيش المطار آخر واحد قادر الساعة تقريبا ثنتين صباحا اليوم الثاني الساعة وحد في الظهر جاء شخص المبهومة وعدوا ياه أن إيش يمر عليه ضربوا على الباب ما يعني طلب من الجماعة يشوفون الشخص يو يفتحون حصلوا إيش مقتول يا طبيب شريع في المعاينة الأولية قبل التشريح قال يبدو أن الوفاة طبيعية ما فيه شيء الساعة ثلاثة اليوم الثاني جاءت أخبار أن هذا المبحوث وأن هذا عضو في حماس وأن هذا هني بدأ الشك في إيش الشك في الإسرائيل وبدأت القضية تاخذ مجره هذا ندم فحصناه ما وجدنا فيه شيء هذه المادة بعد عشرين دقيقة من وفاة الشخص ما تحصلها لكن إذا خدت شيء من أظافره ممكن بعد شهر تحصل أثر هذه المادة بداية الموساد كشفت عن طريق تحريات الجنائية حولت القضية إلى أمن الدولة أمن الدولة يعني بدعوا في شيئين بدعوا في إظهار النتيجة ومعرفة المادة المستخدمة وجابوا كل المجموعة في فيديوهات مصورة لهم من يوم ما يدخلوا إلى لحظات الخموش لو كان واحد إياه ومر عليه مثلا بعد ساعة فقط يتأكد مني واللي يتواصلوا إياه ونعرف أن المقتول ما كان واحد من هالمجموعة يطلع